السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة قلت كده أصور يعني بدعا بصور في بلكونة كل يوم أصور من جوا الشقة ويعني أصور بوشي يعني أكتر موضوع صراحة مدايا الواحد اللي من دول كلنا كمربين هو ارتفاع الأكل بتاع الصفير بجد بقت حاجة صعبة قوي الفلارس اللي كانت بـ 12 جنيه في السوق بوصلت لـ 35 جنيه وليسا الله أعلم ما توصل لغاية فين طويحنا نعمل إيه يعني ما بيحسش بالموضوع دو تقل اللي عنده كميات من العصفير يعني اللي عنده جزء ولا جزءين برضو أكيد مش هيحس زي اللي عنده 10-20 جزء وناس عنده طبعا مزارع الله يكون فعونهم فطبعا اللي عملية بقى الصعبة قوي والحل إيه أن أكلهم في برقة من موتهم واللي مش فاهم يعني اللي إحنا ربي كتاكيت منعرفش فيها من ربي حمام منعرفش فيه قوي ويضبك الحمام بلدي مش عارفين نعمل إيه الصراحة اللي عملية بقى الصعبة قوي وكل اللي عنده عصفير دلوقتي يقول لك إيه أنا هنزل أصفي أنا هنزل أبيع وناس بتنزل بتكسل تنزل تبيع كمان من الحر ويقول لك أنا هنزل أقف السوق عشان خاطر بقى أدلل عليهم وهيددعو يما يدعوش ويضطر ينزل يجيب لهم أكل يقعد يأكل فيهم وخلاص بتحصل كتير طبعا دي لأن الساعة بتجي تنزل السوق عشان خلال تبيع الحاجة بتاعتك بيغسفوه لك بيها الأرض الحاجة اللي متسوى 100 جنيه تلاقي يقول لك 30 جنيه ده مين بقى ده الهاوي يعني ممكن التاجر بيأخذها منك أعلى من الهاوي الهاوي بيقعد يفاصل معك فيها ويطلع عينك برغم أنه هو تعبان زيك ويعني وشايف المر زيك ما تيجي تنزي تبيع عصافير بقى يقعد يقول لك إيه لا ده ده بـ 20 جنيه ده بـ 15 جنيه طيب الحل إيه في موضوع الأكل دوت يعني الحلول اللي إحنا قلناها قبل كده واللي ما زلنا بنقولها إنك إنت بدنا بيتربي كمية كبيرة من العصافير نوع يكون رخيص لا إنت بيع ده كله بيع كله وهلتك بدل ما بيجي مثلا عندك عشرة جواز تجيب مكانهم جوزين اتنين بس يعني مثلا عندك بتربي لاتيني بتربي حبشي بالنسبة للكوكتيل يعني بيع ده كله وهاتلك جوز واحد ولا جوزين من الألبينو بتربي رز أخضر لأبيع الأخضر ده كله واللتينة وهاتلك أورانجي أو بلاين أو تجيب لك ألبينو ده أنا بضرب لكم مثلا بالنسبة للسريريات والبضجي بدنا بتربي لها للسريريات البسيطة بـ 60 و 70 جنيه دوت لأبيع وهاتلك الرنبوهات أدي حل الحل الثاني يبقى إحنا كده قلنا نقلل الكمية والحل الثاني إن إحنا نشتري طفالات عالية شوية أما الحل الثالث بقى اللي هو بقدم لهم دلوقت أنا وجربتها العلاف البادي والحمد لله بدأوا دلوقت إن هم يكلوا فيه وبدأوا يدقوا فيه الحمد لله قلت الحمد لله بدأ إن هو بدأوا ما كنت يعني بستهلك في الشهر مثلا خمسة كيلو لا بدأ بقى بدأ مقف الشهر بقى كل شهر ونص ليه بقدم أكل مساعد ليهم حاجة تساعد مش على طول قدامهم حبوب لا يوم على فبادي يوم حبوب بتاعتهم بركم والفلارس يوم أمح منقوع تمام؟ طبعا مع البدن المسلوق مع بطاطا مع جزر مع كوسة كل ده هو التحول التنوع في الأكل علشان خاطر الحبوب اللي غير يت اللي احنا مش قادرين عليها والعملية بقت صعبة أو ربنا يسترع معانا ولله الأمر من قبل ومن بعد وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته